بلغ سبورتينج لاشبونا البرتغالي ربع نهاية الدور الأوروبي بعد تخطيه مستضيفه أرسنا الإنجليزي بركنات الترجيح ثلاثة إلى خمسة إثر التعادل بالوقتين الأصلي والإضافي بهدف لهدفه في إيابي ثمني النهائي وسجل لأرسنا السوسري جرانيت تشاكا في معادر لسبورتينج لاشبونا بيدرو جونسالفيسا وكان حارس لاشبونا الإسباني أنطونيو أدان نجم فريقه بقيامه لسبعة تصديات ضد أرسنا وهو أكبر عدد من التصدي له في أي مباراة بالدور الأوروبي